اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة المركز الرابع الضبي للسيد صالح بن محمد بن ناصر الكربي وفي المركز الخامس المركز الخامس ناخذ لي على المركز الخامس وصال للسيد عمير بن حزم بن قناص العامري لكن هاي تسعة عشر اظنى تسعة عشر بشعار الدكتور بشعار الدكتور علي بن سلطان بن رشيد الاجتبي وصلنا الى المركز السات وفي المركز السات في هذه اللحظات ترى اللي على المركز السات الوافية الوافية للسيد فهد بن طحنون الهاجري وفي المركز السابع المركز السابع نشوف اللي على المركز السابع كحيلة كحيلة للسيد سلطان للسيد سلطان بن يعقوب السعيدي وفي المركز العاشر اللي على المركز العاشر نشوف الضبيل السيد مكتون بن عبدالله بن غدير الدرعي هذه النتيجة هذا اول ندى للمراكز العشر الوافية نشوف اللي على المركز الاول في هذه اللحظات ارى اللي على مقدمتي هذا الشوت راحيب للسيد خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي على مقدمتي هذا الشوت ننتقل الى المركز الثاني فضاء على المركز الثاني في هذه اللحظات للسيد عامر بن محمد بن زايد المنصوري بشعار بوزايد بشعار محمد بن زايد بن خلفان المنصوري يا سلام غادم من الظفرة نشوف وافية وافية تبتوي بعهودها بدت تغير وتشكل خطورة على مقدمة هذا الشوت بهذا الشعار شعار الجلمودي شعار فهد بن طحنون الهاجري على المركز الثالث المركز الرابع المركز الرابع الضبي في هذه اللحظات للسيد صالح بن محمد الكربي وفي المركز الرابع شواهين على المركز الرابع للسيد عبيد بن سلطان بالرشيد الاجتبي وفي المركز نشوف المركز الخامس شعار الخطير على ظهر حجام أحمد بن سلطان بالرشيد السويدي وفي المركز السابع شعار بن صرود لسيد محمد بن ناصر بن سرود الأخيلي مع اشتعال بغيادة الحكماني وبدت الأمور تشتعل وبدت المراكز تتداخل من مركز إلى مركز في هذه اللحظات نشوف اللي هجام على مغدمة هذا الشوط للسيد أحمد بن سلطان بن رشيد السويد الخطير الخطير وانت خطير اشتعال على المركز الثاني للسيد محمد بن ناصر بن سرود الخيلي مع اشتعال والأمور مشتعلة يا بن سرود يا الخيلي يا السلام اشوف شعار المتحدي على ظهر طلايا للسيد صالب السعيد بن منان الاجتبي يا السلام هجام على المغدمة طلايا طلايا استطلعت الأمور وغيرت بشعار المتحدي هل من متحدي يقول المتحدي على أرضية هذا الميدان بدأ يغادر سلام سلام على زعبيل سلام عليك يا بن منانا سلام عليك يا المتحدي سالم بن سعيد بن منانا الاجتبي مع طلوع طلع الطلوع يا طلايا 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 وطلوع يا سلام طلايا تهانينا تهانينا للسيد سالم بن سعيد بن منانا الاجتبي على فوص طلايا بالمركز الأول هجامة على حجامة للسيد احمد بن سلطان بالرشيد السويدي وفي المركز الثالث اشتعال السيد محمد بن ناصر بن صرود الخيلي وفي المركز الرابع المركز الرابع المركز الخامس شوهين للسيد عبيد بن سلطان بالرشيد الاجتبي نشوف وناخذ المركز الرابع ان شاء الله عند التوقيت الزمني بنجيب لكم اسم البكرة واسم المالك ناخذ التوقيت الزمني ساعة وصول طلاية الى خط النهاية بعد ما استطلعت الامور لصالحها في زمن وغدر نشوف هي طلاية خمس دقايق خمس وخمسين دانية والتوقيت الافضل ورقم مميز يا ابو سعيد خمسة خمسة تهانين من الاعماق لسيد سالم بن سعيد بن منانا الاجتفي وفي المركز الثاني هجامة قاطعة مسافة ايضا لاربع كيلو متر في زمن وغدره خمس دقايق خمس وخمسين تسعة جزا من الثانية تهانين للخطير احمد بن سلطان بن رشيد السويدي والذي وصلت في المركز الثالث اشتعال على المركز الثالث خمس دقايق سبع وخمسين ثمانة اجزاء من الثانية تهانين سيد محمد بن ناصر بن سرود الخيلي المركز الرابع الى امكان يا مخرجنا نشوف المركز الرابع الرقم مسكر عنا اعذرون هذه النتيجة المركز الخامس شواهي العبيد بن سلطان بن رشيد الاجتبي تهانين للجميع والناموس اذا مشاهدين الكرام هنا انطلاقات واخرى في منافسات اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة